بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليهم رقيبا وآكل يتاما أموالا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنهم كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصفوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لهم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعلمون وآكل النساء صدقاتهم نحلة فإن طبل لهم عن شيء منه نفسا فكلوه ونيئا مريئا ولا تأكلوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوا وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروبا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا له قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظنما إنما يأكلون في بذونهم نارا وسيصلون سعيرا يرسيكم الله في أولادهم للذكر مثل حظ الموسيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبوين ذلك لواحد منهم السدس مما ترك إن كان لهم ولدا فإن لم يكن لهم ولدا وورثا أبواه فلهم به السلس فإن كان لهم إخوة فلهم به السلس من بعد وصية وصى بها أوليه أباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لهم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولك النصر ما ترك أزواجه لم يكن لهم ولدا فإن كان لهم ولدا فلكم ربع مما تركه من بعد وصية يوصين بها أوليه ولهن الروع مما تركه إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولدا فلهم نسلون مما تركه من بعد وصية يوصون بها أو ذيه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار من خالدين فيها وذلك الفرض العظيم ومن يعصر الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مرين ولكن يأتين الفاحشة من نسائهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون في الديوت حتى يتوفاون النوت أو يجعل الرام لهم سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآذوا ما فإن تابا وأصلحا فأعرفوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السهم أبدها التي ثم يتنون من قريب فأولئك يتوق الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست الثوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتوا الآن ولا الذين يموتون وهو كفار أولئك أعقدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبرون لتذهبوا ببعض ما آتيتون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشئون بالمعروف فإن كرهتون فعسى تكرهوا شيئا ويدعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيكم إحدى نقى طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بغتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذوا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن إنهم كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليهم أماتكم وبناتكم وأقواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأماتكم وأماتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وأمات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجنعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك إن أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعوا به منهن فآكوهن أدورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضا إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات والله أعلم في إيمانكم بعضكم من بعض فمنكحوهن بإذ أهلهن وآدوهن أدورهن بالمعروف وآدوهن أدورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصفنا على المحصنات من العذاب ذلك بما الخشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَابِمٌ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَغُلْمًا فَسَوْفَ مُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِ وَمَا تُنْهَونَ عَنْهُ مُكَفْرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَمُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا نوالي مما ترك الوالدان والأقرب والذين عقدت أيمانكم فهاتوا نصيبا إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوانون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قامتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذين تخافون نشوزهن فإن نوهدون في المضاجع وضرمون فإن أقعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بيننا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشرئوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والدار بالقربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانهم إن الله لا يحرم إن كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويأمون الناس في البحر ويكلمون ما آتاهم النار من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان لهم قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا من ما رزقهم الله وكام الله بهم عليما إن الله لا يضرب رسقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتمن لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على أولئك شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصر رسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقرروا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مسجد أو لا مسجد النساء أفلم تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورا ألم تر إلى الذين هوكوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين آذوا يحرفون الكلمة عن مواضعي ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مصنعي وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وقعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم قام بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمسه فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى وإثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكعون أنفسهم بل الله يزكع من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصير من الملك فإذا لا يؤتون من ناس نخيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم وهم فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومن من صدعه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوفمسلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير آل يذوق العذاب إن الله كان عزيزا أكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لهم فيها أسواب مطهرة وندخلهم ظلهم ضليلا إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بلا عدل إن الله مما يعبكم به إن الله كان سبيعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأبد منكم فإن تنازعتم في شيء فهدوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أوزل إليك وما أوزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاروت وقد أؤمنوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصفون عنك سزودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلكون بالله أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ردك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اقتلوا من ديارهم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً وأشد تأبيداً وإذا لآتيناهم من لبنا أجر عظيما ولهديناهم صراطاً مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفقر من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سباة أو انفروا جميعاً وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابت أصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معه شهيداً ولئن أصابت فضل من الله ليقول أنك أن لم يكن بينهم وبينهم مودة يا ليتنيوت معهم يا ليتنيوت معهم فأفوز فوزاً عظيماً فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤدي أجراً عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من العجال والنساء والعجال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً الذين آمنوا مقاتلون في سبيل الله والذين كفروا مقاتلون في سبيل الطاروة فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتال فلما كتب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشجد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أدل قليل قل متاع البنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصرهم حسنة يقولوا هذه من عيد الله وإن تصرهم سيئة يقولوا هذه من عيد قل قل من عيد الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولاً وتفى بإله شهيداً من يطعر رسولك قد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ويقولون طاعة فإذا برزوا من عيدك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يتعب ما يبهيدون فأعرض عنه وتوتل على الله وكفى بالله وكيلاً أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا أدل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونهم منهم ولولا فضل الله عليهم ورحمتهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فقاتل في سبيل الله لا تتلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مبيتا وإذا أمينوا بتحية فحفوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلاه ليبنعنكم إلى يوم القيامة لا غيبة ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والنار أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً واجهوا لو تكفرون كما تفروا فتكون سواء فلا تتخذوا منهم أغلياء حتى يهاجموا في سبيل الله فإن تولوا فخفهم وقتلوا حمس وجدهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً إلا الذين يصلون إلى قول بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قولهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما دعا الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرقوا إليكم السلم ويكفروا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سخفرون وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً وما قتل مؤمناً حطأاً فتحرير رطبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رطبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رطبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ومن يقتل لمن متعمداً فجزاءه جنن مخالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستمؤمن أن تبتغون عرضاً حياة الدنيا فعند الله مغالم كثيراً كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملن خبيراً لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله حسناً وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً وكان الله غفوراً رحيماً إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهادر فيها فأولئك مأوام جهنم وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرار من كثيراً وسعاً ومن يخرج من بيته مؤادراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً وإذا قررتوا في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يهدنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا لطائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سددوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حزرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلتهم واحدة ولا دناح عليكم إن كان بإذن أذن من مطن أو كموت مرضى وأن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين جتاباً موجوداً ولا تهموا في بطراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترهون من الله ما لا يرهون وكان الله عليماً حكيماً إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائدين خصيماً واستغفر الله أن الله كان غفوراً رحيماً ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قواناً أتيماً لا يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمه بريئاً فقد احتمل مهتاناً وإثماً مبيناً ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم مضطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعظمك ما لم تكن تعلم وكان قبل الله عليك عظيماً لا خير في كثير من مدوان إلا من أمر بصدخة أو معروف أو إصلاق بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نعطيه أجراً عنه ومن يشاهد رسولاً بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيراً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك الله فقد ظل ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناساً وإن يدعون إلا شيطاناً ومن يشرك الله فقد ظلالاً ومن يشرك الله فقد ظلالاً غيرن خلق الله ومن يدخذ الشيطان ولياً من دون الله فقل خسر حسراناً مبيناً يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سمدخرهم جنات تدري من تحقها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأماني ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو موثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفعونك في النساء قل الله يفتيق فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا كؤونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنفحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقول يتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوبا أو إعراضا فلا جناح علينا أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقن فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتهم فلا تنينوا كل الميل فتبروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق عيون الله كل من سعته وكان الله واسعا حكما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن ياكم هن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشئبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإلا الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كون القوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بينا فلا تتبعوا الهوى أن تعبنوا وإن تبنوا أو تعرفوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكون لله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقدر لضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقروا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن كذا مثلهم إن الله دامع الناسفين والكافرين فيها إنما دميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمعكم من المؤمنين فالله يحفر بينكم يوم القيامة ولن يدعل الله من الكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافعين يخادرون الله وهو خادرهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يرارون من الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافعين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمن الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحفظ الله دهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبذوا خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن نفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا ممينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نخطي أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أدنى الله دهرة فأقدته مصرائقة بظلمين ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءتهم البينات فاعفرنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الضفور بميثاقهم وقلنا لهم لقلوا الباب سددا وقلنا لهم لا تعبوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غريضا فبما نقضيهم ميثاقا وكفرهم لآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بغبانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شد ألم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظلم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين آدوا حرمنا عليهم طيباتهم إلا تلم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخزيهم الربا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس للباق وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلتك والمكينين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقِ وَعِيسَا وَأَيُّبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانِ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبِلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنُذِرِينَ لِهَلَّا يَكُونَ بِالنَّاسِ عَلَى اللَّهِ مُدَّةٌ بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شديداً إن الذين كفروا وصفوا عن سبيل الله قد غلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً يا أيها الناس قد جاءكم وسوروا بالحق من ربكم فآمن خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح إيسباً مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثاً إنتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولداً له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم خدورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعلمهم عذاباً أليماً ولا يجبون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا لله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً يستكتونك خب الله يخطيكم في الكلالة إن مره هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصر ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالاً ونساءاً فلذكر مثل حظ الموسيين يبين الله لكم أن تضروا والله بكل شيء عليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر